قبل صحراء غابة الى اخره هنا بالنسبة للفرق ما بين الحدود السياسية والتخوم هنا لا تتعدى سنتيمترات لا هنا لها مساحات لها طول ولها ايه اعرض طيب ايه اللي حول التخوم لحدود سياسية ايه اللي خلت تخوم تتحول لحدود سياسية عندي خمس حاجات قدت الى نشأة الحدود السياسية يعني لو احنا قلنا سؤال كده ايه عوامل نشأة الحدود السياسية هي عوامل نشأتها اول عامل عندك زيادة السكان تاني عامل عندي المعاهدات تالت عامل الرغبة في تعمير المناطق الهامل العامل اللي بعد كده الحروب واخر عامل الاستعمار لو احنا نظرنا كده اول حاجة زيادة السكان ممكن بقى يجيب اي واحد منهم من دول كده يجيب لك سؤال ويقول لك ايه العلاقة اعلاقة السكان بمين بالحدود اللي هي مين السياسية قدت زيادة السكان للتوسع في مناطق التخوم فتقابلت مصالح الدول فكان لازم يحط حدود تفصل بين الدول وكلام ده ظهر عندك واضح فكرة اوروبا وزيلة الغابات انكشفت الارض راسة محدود بالنسبة بقى المين ليه اللي هي المعاهدات المعاهدات المبرامة ما بين الدول خشية ان تعتدي دولة قوية على دولة ضعيفة كانت سبب رئيسي في نشأة الحدود الخطية الرغبة في تعمير المناطق الهاملشية الوضع الغامض في المناطق الهاملشية الموجودة ما بين الدول ادى الى نشأة الحدود السياسية ازاي؟ كلا الدولتين يريد استثمار الموارد الموجودة في المناطق الهاملشية فكان لابد من ترسيم حدود في هذه المناطق لتحدد نصيب كل دولة من السروات رغبة الدولتين في استثمار الموارد الموجودة في المناطق الهاملشية الموجودة ما بينهم ده تطلب ان الدولة تحط حدود خطية تحدد نصيب كل دولة من السروات ومن اجل ذلك نشأة الحدود الخطية بسبب الرغبة في تعمير المناطق الهاملشية الحروب حروب بتحدث ما بين الدول فبيكون فيه غالب وفيه مغلوب وفيه حروب وفيه حدود هدنة كل ده في النهاية بتحول الى حدود سياسية الاستعمار وتصفية المستعمارات في اسيا وافريكيا وامريكا الجنوبية كان سبب رئيسي في نشأة الحدود السياسية في هذه القرد طب يا ترى